مهى أحمد المزيني من المملكة العربية السعودية عالمة أبحاث ورئيسة وحدة العوز المناعي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث برياض أعمل أيضاً كأستاذ مشارك في جامعة الملك سعود في كلية العلوم الطبية التطبيقية فجال أبحاثي تتركز على فئتين من المرضى كلاهما يتميزان بالعوز المناعي أي بمعنى النقص وضعف بالجهاز المناعي أول فئة هما مرضى الأيدز والحمد لله قمنا لأول مرة بتجهيز معمل متخصص لدراسة فيروس نقص المناع عن كثف فئة الأخرى هي الفيروسات المصاحبة لزراعة العضاء والهدف من ذلك أنه نستخدم الطرق الحديثة من التحاليل المخبرية لإيجاد حلول لزيادة كفاءة الجهاز المناعي لدى المرضى وأيضاً لإيجاد طرق وقاية أو علاج لزيادة كفاءة الجهاز المناعي أتمنى أن نرى بالمستقبل معهد مخصصاً لدراسات وأبحاث للعوز المناعي لأنه ناخذ بعين الاعتبار منطقتنا مختلفة من النواحي البيئية والتركيب الجينية طبعاً النجاح لازم يكون وراه دافع علمي والحمد لله بس الأهم هو الدافع الشخصي والنفسي وأنا أشكر الوالدة والوالد على مجهودهم معي وأهم شيء يكونوا راضين علي إن شاء الله طبعاً ما أنسى بناتي لأنهم هم كانوا ما يدعم الأساسي مسيرة حياتي العلمية كانت معهم ما أنسى الأيام اللي كنت أخذهم معي للمعمل يشتغلوا ويساعدوني لذلك هذا لكم ريما شادن وتالا كما يسعدني أن أشكر منظمة اليونسكو لوريال بدعمهم الدائم للمرأة وخاصة في مجال الأبحاث